جاوبتك هاجر كويس مونير يحيى مونير يحيى يعاني من ضربات قلب زائدة خاصة بعد تناول اي وجبة عملت رسم قلب طلع طبيعي عملت ايكو طلع طبيعي في دكتور قال عندي تضخم في الوريد البطيني الاسفل لكن تضخم بسيط وفي ده كترة تانيين قالوا ده مش تضخم وبعاني من نبضة اوي في البطن وعند اطراف الازرع منطقة العضل مع كوع نبض الاوردة بتكون ظهرة وفي ده كترة قالوا اختلال في كهربط القلب وبصراحة بقيت مش قادر اسدق كلام اي دكتور فيهم والعلم اول مرة تجيني ضربات القلب كانت بسبب مش عارف كده حاجات عجيبة جتعالكت ضربات القلب للوضع الطبيعي طولي 187 وزني 64 كيلو وعاني من النحافة وليس لدي اي مرض مزمن ضغط او سكر قولي اعمل ايه تعبت من تضارب اقوال الدكترة وبحس اني جت لي حالة نفسية بسبب عدم معرفة المرض يا مونير يا يحيى انت عايز الضرب والله العظيم عايز الضرب يا مونير كل دكتور قال لك صح بس صح ايه من هو كتنظر الطب وجهات نظر كثيرة جتا جتا يا راجل ده احنا الدين وجهات نظر ومذاهب الدين مش عايز الطب يبقى وجهات نظر ومذاهب انا بشوف عيانة قوله مش عايز اعملك حاجة خلص مش محتاج حاجة لو راح لوحد تاني يقوله لا انا هعمل لك اسطرة ده وكتنظر الخاصة جدا بايه انت فيه حاجة بنعملها في مصر كلنا بس غلط جدا 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 طبعا انا هقول كده ما حدش حيوفقني والله ما حد حيوفقني حكاية التنطيط بين الدكاترة دي ده خطأ شديد جدا جدا انت توكل على الله واختر دكتور طب انا عرفه كويس ولا وحش منين شاهداته يا اخي شاهداته انا هروح لواحد معه بكالوريوس ما خدش شهادة بعدها ده ممارس عين ما اعتمدش قوي عليها ما اعتمدش على كلامه مش بحقر عشان الله ده معاه شهادة يعنيه طلع عينه عشان ياخدها بس احنا في الطب عايزين تخصصات فواحد معه دكتوراه في القلب خلاص ما تغيروش اصله ما عجبنيش ليه اصله قصير اصل ده متقيل يا سلام انت لك اللي قاله تغيير الاطباء بيعمل بلبلة غير عادية والاخر انت اللي خسره دي بالمناسبة انما انت عملت كل حاجة مع هذا المطلوب هتقول لي الله ما انت هو قلته لا هو جايز انا بكشفش عليك انا بكشفش عليك لكن لو انت معايا اعمل لك حاجة اسمه هولتر ما هو الهولتر هو رسم قلب 24 او 48 او 72 ساعة جهاز زي الموبايل كده يتحط في جيبك ويتوصل بتدرك خلاص وبيسجل قلبك قلبك بيدق بين 110 و 120 ألف دقة في اليوم بين 110 و 120 ألف دقة في اليوم بيسجلهم بيسجلهم كلهم ولمدة قد تكون ثلاث تيام اي خلل في ضربة قلب بتسجل الدكتور جايز بطلبوش ايه مطمئن مطمئن من شكوتك انا مش فتاكش لكن الهولتر يحل المشكلة يحلها تماما واحد عنده خلل في ضربات القلب نعمل له ايه نعمل له هولتر الهولتر بيريحنا جدا 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 يقول يا الساعة ستة قاعد قلبه مختل لستة وربح نوع الخلل زبزبة اوزينية ايه كان سرعتها كانت 113 في الدقيقة ايه كانت ما بس جاوبني كل اسئلة لان انا ما بكشف على عياني انا بقعد معا دقيقة عشر دقيقة عشر دقيقة كان قلبه زي الفل ساعته انت بروح قلبه اختل لك طب انا اعرف انه ايه الهولتر تقدم علمي رائع رائع ان هو اسجل ضربات قلبك المية وعشر او مية وعشرين الف دقيقة في اليوم بتسجله ومش من اليوم ده بنسجل يومين او ثلاث ايام فبيبقى الامور واضحة فانت يا يا مونير يحيى متغيرش الدكتور بتاعك وخلي قلبك حلو كده ولو الدكتور قالك يعني يروح له تاني قل له مش ممكن يا دكتور نعمل هولتر الهولتر يريحنا جدا جدا في التشخيص حيقولك طبعا مفيش اي مشكلة ففي دي سو